النهاردة العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للغة الصينية يوم خصصته الأمم المتحدة لهذه اللغة كاحتفال لهذه اللغة كباقي لغات دول العالم ولرفع مستوى الوعي التاريخي والثقافي للغة الصينية وفي نفس الوقت تخليدا لذكرى العالم سانج مؤسس الأبجادية الصينية من 4000 سنة والهدف من ده هو رفع مستوى الوعي التاريخي والثقافي لهذه اللغة المهم حتى شاز لي أن وزارة التربية والتعليم من سنة تقريبا عملت مشروع تجريبي كده في المدارس لتدريس اللغة الصينية فيا تارى إيه ثمور هذا المشروع خلينا رفع تفاصيل أكتر عن اللغة الصينية تفاصيل ومعلومات وحكايات عن اللغة الصينية هنرفع مع حضرتكم من دفتنا دكتورة ريحاب محمود واستد ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الأداب جامعة القاهرة سباح الخير عاديك دكتور أهلا سباح النور سباح خير فأنا أهلا بحضرتك اللغة الصينية مدى إقبال المصريين دلوقتي أو إقبال الطلبة والطالبات على تعلم اللغة الصينية حضرتك شايفة إزاي دلوقتي أنا شايفة دلوقتي متزايد جدا يعني زمان في بداية تعلم اللغة الصينية لما أنا كنت دخلت الجامعة كلام ده زمان قوي يعني ما كانش فيه إقبال أبدا على تعلم اللغة الصينية لكن دلوقتي لا فيه إقبال إقبال متزايد يعني لو أنا هقولها بنسبة عدد الطلاب قد إيه يعني هنقول كان زمان الدفعات لا تتجاوز عشرة في كل دفعة دلوقتي عدد الطلاب بتتجاوز 300 و400 طالب في كل دفعة وده حصل التفرة دي حصلت في العشرة و 15 سنة اللي فاتوا يعني مش من قبل كده بدأ فيه تزايد بنسبة معقولة لكن الفترة الأخيرة بالذات الخمس سنين الأخيرة رخبة الشباب المصري والعالمي في تعلم اللغة الصينية بيتزايد بصورة رهيبة جدا طيب عدد الطلبة لحضرتك زكارتي والاهتمام الكبير بهذه اللغة في مصر أعتقد أنه لازم يقابلوا على الجانب الآخر اهتمام بتعليم الشباب اللي داخلين بقى للكليات والجامعات أن هما يهتموا بمسألة تدريس يعني مش شرط أن أنا خريج ألسون معي هذه اللغة أن أنا أقدر أدرس فزاي تم إعداد هؤلاء المدرسين؟ أعداد المدرسين بدأ مع زيادة أعداد أقسام اللغة الصينية في الجامعات المصرية وده من ناحية ومن ناحية أخرى بدأ من عامين تقريبا مع إدراج اللغة الصينية في المدارس المصرية لأنه التعليم الجماعي غير التعليم ما قبل الجماعي يعني وتأهيل المعلم الجماعي يختلف تماما في أعداده عن تأهيل المعلم قبل الجامعي فلأن اللغة الصينية لم تكن مدرجة في المدارس من قبل تم عمل الكثير من الدورات التدريبية كتير جدا لمعلمي اللغة الصينية اللي هيدرسه في المدارس لأنهما بيدرسه للصفوف الأعدادية اللي بتحتاج مهارات معينة طرق معينة في التواصل مع الطلبة في السنة فدي أخدت مجهود كبير واخدت وقت طويل جدا في كيفية أعداد المعلم لأنه يبقى قادر وكف على تدريس اللغة الصينية بكل صعوبتها لطالب لسه عنده 15 سنة أنه يقدر يتقبلها ويحبها ويكمل فيها طيب دكتور التجربة المصرية حدث ذكرتها يعني احنا اخترنا مصر اخترت 12 مدرسة تقريبا في محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية عشان تطبق هذه التجربة حتى الآن إيه هي التمار هذه التجربة؟ هو فعلا السنة اللي فاتت كانت المدارس 12 مدرسة السنة دي زادوا 10 كمان فبقوا 22 مدرسة وثمار التجربة رائع جدا في محافظات كتير يعني دخلت اسكندرية السويس الإسماعيلية لقصر وكلها كان الاهتمام بيها في أن الأماكن أو المحافظات اللي قريبة من الاستثمارات الصينية أو موجود فيها شركات صينية بصورة أكبر لأن ده بيخلي الطلبة تقدر يبقى عندها في الآخر فرص عمل فتبقى مقبلة أكتر على دراسة اللغة الصينية زاد طبعا عدد الطلبة اللي دخلوا اللغة الصينية من المدارس رغم أنها لغة اختيارية لكن الفرق من السنة اللي فاتت للسنة دي كان فرق ملحوظ فهي لغة مبشرة الحقيقة لغة مبشرة جدا سواء على المستوى المقبلة الجامعي أو على مستوى الجامعي طيب ده عظيم جدا هل الموضوع مقتصر فقط على تعليم اللغة كلغة؟ الأبجابيات الحروف الكلمات ولا وصل لما هو أبعد من ذلك الثقافة والعادات والتقاليد؟ أكيد أبعد من ذلك لما بنتعلم أي لغة إحنا بنتعلم البلد كلها من خلال اللغة كل ما يتعلق بالدولة بنعرفه من خلال اللغة ثقافتها علومها مجتمعها تاريخها السينما الأغاني كل حاجة إحنا بنتعلمها وإحنا بندرس اللغة الصينية أو أي لغة في العالم وطبعا الصين دولة لها تاريخ وحضارة تمتد لألاف الصينيين فهي فعلا ممتعة جدا في دراستها يعني عندنا كتير جدا من الوسائل التعليمية اللي إحنا نقدر نستخدمها في تدريس وتعليم اللغة الصينية للطلبة سواء في الجامعة أو في المدرسة التقدم الرهيب الاقتصادي والتكنولوجي للصين اللي حققته في الفترات اللي فاتت بيساعد كتير جدا في توفير مواد تعليمية تكنولوجية رقمية يقدر الطالب يعرف فيها كل حاجة عن الصين بكل الصور الممكنة والممتعة والحديثة يعني حقيقي إحنا كلنا فخورين وكلنا معجبين بالتجربة الصينية النجحة اللي إحنا شاهدناها في العقود الماضية وقد إيه الصين قدرت تحقق كدولة عدد سبكانها كبير جدا مليار وربعمائة مليون نسمة اللي دول كتير قوي ما قدرتش تحققه في الفترات اللي فاتت يعني أنا واحدة من الناس أنا شاهدت الصين سنة 1990 وأنا طالبة في الجامعة لسه وشاهدت الصين دلوقتي والفرق اللي حصل في السنوات دي فرق رهيب هو أكنه عالم آخر هو دولة أخرى تماما سنة 1990 حضرتك ليه اختارت اللغة الصينية أنا اختارت اللغة الصينية لأن أنا كنت عايزة أدرس لغة مش كتير بيتكلموها يعني لما يكون اللغة الإنجليزية كويسة محتاجين بقى أن إحنا ندرس حاجة تانية وعلى فكرة كان عندي يعني ساعتها ما كانوش مامتي وبايا ما كانوش وافقين خالص بس أنا أصاريت الحقيقة والحمد لله أنا سعيدة بالقرار اللي أنا أخدته جدا طيب دكتوري ممكن زي ما حضرتك قلتي دلوقتي يعني والد والد حضرتك ما كانوش مفقين أصلا على تعلمك اللغة الصينية في ناس كتير ممكن دلوقتي تبقى شايفة أولياء أموت تبقى شايفة أنه آه مهم ولادنا يتعلموا اللغة الصينية لأن زي ما حضرتك قلتي لغة المستقبل بشكل كبير أو هتستخدمت المستقبل بشكل كبير جدا لكن بيبقوا خايفين هي لغة صعبة ولا سهلة؟ هي لغة الحروف الأبجادية عاملة؟ إزاي سهل أن نحنا نتعلمها ونتكلمها ولا لا؟ لو فيه لغات بالفعل بتصنف لغات سهلة سهل تعلمها فيه لغات بالفعل لغات صعبة صعبة أن نحنا نتعلمها نتبقى فيه اختلافات فيه لغة سهلة نكتبها ولغة سهلة ننطأها فتصنيفك أو معلومات حتى عن لغة الصينية لشان لو فيه حد يتفرج علينا وحابب أو يعني عنده ميور أنه يعرف أو فضول أنه يعرف إيه اللغة الصينية عبارة عن إيه؟ وحضرت ممكن تقولنا بعض التفاصيل اللغة الصينية بتصنف من أصعب لغات العالم زي اللغة العربية دي أول حاجة؟ أوه يعني هي دي المعلومة اللي كل الناس عارفينها يعني هي اللغة العربية واللغة الصينية دي أصعب لغات في العالم لكن الصعوبة بتاعة اللغة الصينية مختلفة عن صعوبة اللغة العربية يمكن صعوبة اللغة العربية تكمن أكتر في النحو لكن صعوبة اللغة الصينية بتكمن أكتر في الكتابة والرموز الكتابة والرموز في اللغة الصينية لأنها ملهاش أبجدية هي عبارة عن رموز كل رمز ليه النطق الخاص به حضرتك قلت أنه اليوم العالمي للغة الصينية بمناسبة ذكرى تخليد سانتيا ده اللي هو أسس اللغة بصورة عامة لكن في خمسينيات من القرن الماضي هم بدأوا يطوروا هذه اللغة ويسهلوها للنظام اسمه البينين البينين ده مقطع صوتي استخدموا الحروف اللاتينية في نطق الرمز يعني الرمز ده بينطق بمقطع الصوتي ده اللي هو اسمه بينين فده سحل كتير جدا في دراسة اللغة الصينية حتى الصينيين أنفسهم قبل الخمسينيات كانت نسبة الأمية عندهم تتجاوز الـ 85% لصعوبة الكتابة الرموز لكن بعد الخمسينيات بدأت تقريبا دلوقتي ما فيش خالص أمية في الصين الرمز نفسه بقى أبسط النظام اللي هم استخدموه الصوتي ده سهل جدا فما بقاش فيه مشكلة خالص أسهل حاجة في اللغة الصينية قواعدها لأن هي ملهاش يعني مش زي اللغة العربية لها أفعل لها تصنيفات ولأ ما بقاش خالص دوت لكن هي لغة سهلة وسلسة والرمز كمان شكل الرموز نفسه ممتعة وكتابته ممتعة لأنه مرتبط بحاجات من الطبيعة زي كده الهيروغليفية زمان نشقتها لغة تصويرية مرتبطة بأماكن مرتبطة بأشخاص فلما الطالب بيعرف أصل الرمز والحدوتة بتاعته أصلا كانت جاية منين وعملة إزاي يعني كل رمز لي قصة آه طبعا كل رمز لي قصة وفي حاجات معينة في الرمز حتى لو أنت مش عارفاقة ومشوفتهوش قبل كده بتقول يعني الرمز ده آه ده ده معناه ميا حاجة بحرق أو ميا لأن فيه جزء من الرمز عن الميا جزء عن الخشب جزء عن صناعة أو حيوان أو فهي ممتعة أثناء دراستها يعني هي صعوبة اللغة الصينية بتبقى أول ثلاث أربع شهور بس لكن بعد الأول لأنها لغة مختلفة خالص عن أي لغة أخرى في العالم يعني لو حضرتك بتقري كلمة بالإنجليش أو أنت ممكن تقري حتى لغة أنت ما تعرفيهاش لو تقري أسباني ألماني أو أي حاجة ما حدش عارفها هيعرف ينطق الكلمة لكن باللغة الصينية مش هيعرف يقراها إلا لو كان عد عليه وعارف أصل الرمز وحافظه وحافظه وكمان طب هل في أي وجه للتقارب أو الشبه ما بين الثقافة الصينية والمصرية العادات التقاليد الحاجات دي من شأنها إحداث تقارب ما بين الشعوب طبعا فيه لأن إحنا دول شرقية فالدول الشرقية عامة بتتسم بأن فيها تقارب ثقافي إلى الآن الصينيين عندهم زخم ثقافي رهيب أعياد بيهتموا بيها وبيحفظوا عليها وعلى عددهم وقد إيه لازم يلتقوا الأسر تلتقي وأن هم لازم يجتمعوا في مناسبات معينة وأعيادهم كلها لغاية دلوقتي هم في حاجات زي إحنا زمان ما كنا ما إحنا في العيد لو ده كحك العيد الصغير بنعمل الكحك وده العيد الكبير معهش بنعمل يعني في حاجات والشام النسيم وكل حاجات دي دي أصلا موروث ثقافي وهم عندهم موروثات ثقافية كتير جدا جدا لا تنتهي ودي أكتر حاجة بتعجب أي حد وبتخلي أي حد يحب أنه يتقرر أكتر للصين والثقافة بتاعتها لأنه كل مناسبة هم عندهم فيها العادات اللي هم متمسكين بيها وبيعملوها لغاية النهاردة يعني إحنا في حاجات ممكن نكون عندنا نسناها أو كنا بنعملها قبل كده ما بقيناش نعملها دلوقتي لأ هم ما انتهتش رغم التطور الاقتصادي الرهيب اللي هم وصلوا لي فدي حاجة مهمة جدا لأنه تمسك الإنسان بحضارته بثقافته بيخليه دايما واقف على الأرض صلبة وهو بيتقدم بصورة يعني كويسة جدا والماضي دايما بيحفز الإنسان للمستقبل طيب خلينا رجع تاني للفكرة تعلم اللغة الصينية ممكن حد يقول ليه يعني لغة المستقبل إيه أهمية أنها تعلم اللغة الصينية أو أعلمها لولادي أهمية اللغة الصينية من أهمية الصين يعني أهمية الصين دلوقتي اقتصاديا مش محتاجة حد يتكلم عنها الصين بقت أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم قوة اقتصادية حقيقية يعني فيها نظام تصنيع قوي فيها نظام اقتصادي قوي فيها نظام اجتماعي قوي فهي مش قوة اقتصادية طفرة وطلعت هي عملت من وقت اللي انفتاحوا الاقتصاد في السبعينيات بدأت بالنظام اقتصادي قوي قدر يحقق نجاحات بعد فترة طويلة من الزمن الفترة دي هي في عمر الدول مش طويلة لكن في عمر الإنسان هي طويلة 30-40 سنة في عمر جيل هي فترة لكن هي قدرت ان هي تبقى موجودة من لا شيء قدرت تعمل شيء وشيء قوي العالم كله بيتكلم عنه قوة سياسية لا يستهن بها خالص دلوقتي واحنا شايفين الاحداث السياسية على الساحة الدولية دلوقتي عملت ازاي فتدخل الصين في مواقف كتير جدا بيعمل عامل زي فرمالة لحاجات كتير العالم محتاج يكون في عدة اقطاب مش قد واحد فطبعا الصين بلا شك وبلا منازع هي القوة العظمى الجديدة او على النظام الجديد هي احدى القوة العظمى الجديدة في العالم الجديد ما في الشك طبعا لغة من اهم اللغات وزيما محاضيك ذكرت انه في مصانع وشركات كتير جدا صينية موجودة في مصر فدي فرصة للشباب اللي بيدرسوا هذه اللغة ان هم يشتغلوا فيها او حتى بالنسبة كمان لسياحة ثقافية الصينية احنا عندنا نسبة كبيرة جدا من السياح بيجو من الصين للاطلاع والمعرفة الثقافة والحضارة المصرية بالاضافة طبعا الى انها دولة من الدول العظمى كاقتصاد قوي يعني في العالم كله ففيها فرص عمل كمان كبيرة جدا بالنسبة للشباب عشان كده هي لغة غاية في الاهمية احنا طبعا بنشكر حضرت الجزيلة شكرا دكتورة ريحاد محمود أستاذ ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الأداب بجامعة القاهرة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا